لجنة الحكام أكدت على خطأ محمد عادل في عدم طرد لاعب مودرن فيوتشر خلال نهائي كأس السوبر المصري مشيرة إلى أن اللاعب كان يستحق البطاقة الثانية في مرتين المصدر أشار أيضا إلى صحة قرار محمد عادل في هدف عبد الكبير الوادي لكن المصدر أشار إلى أنه سيتحدث مع محمد عادل بشكل مؤكد بخصوص هذا الخطأ وأبدت استغرابه من أن اللاعب لم يتم طرده في مرتين بدلا من مرة واحدة يذكر أن المباراة شهدت إلغاء هدف المودرن فيوتشر وكانت لحظات مثيرة بالتحكيم خلال الأشواط الإضافية وأشار المصدر إلى أن الغريب في الأمر هو أن اللاعب كان يستحق البطاقة الثانية في مرتين ليس مرة واحدة فقط وسيتخذون إجراءات لمناقشة هذا الموضوع مع محمد عادل تقدر الإشارة إلى أن المباراة شهدت إلغاء هدف المودرن فيوتشر ولحظات مثيرة في التحكيم خلال الأشواط الإضافية